بسم الله الرحمن الرحيم أرحب بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الحادي عشر في حلقة جديدة من حلقات مادة الأحياء وسأبدأ حلقة اليوم من خلال هذه الحكاية التي حدثت في عام 1822 عندما تعرض الشاب يدعى مارتين بطلق ناري في منطقة السدر أدى إلى انفجار هذا الطلق في جسمه هذا الطلق أدى إلى حدوث ثقب بحجم راحة اليد توقع جميع الجراحي موت هذا الشاب والذي يبلغ من العمر 19 عاما ولكن دكتور ويليام أخذ هذا الشاب وأخذ بإلاج هذا الشاب من خلال تضميد الجرح باستمرار الشاب لم يستطيع أو لم يقوى على تناول طعامه وكان الجراح يقوم بإنزال الطعام من خلال أنبوب داخل جهازه الهضمي بعد عامين متتاليين تمكن هذا الشاب من الشفاء ولكن الجرح لم يلتأم التئام كامل وكان هناك مثل نافذة صغيرة في منطقة المعيدة من خلال هذه النافذة استطاع الدكتور ويليام أن يتعرف على أسرار عملية الهضم وأن يلدس عملية الهضم في الجهاز الهضمي لهذا الشاب المصاب بعد فترة استطاع هذا الجراح أن يقدم العديد من الدراسات الخاصة بعملية الهضم حتى نتعرف على عملية الهضم عزيز الطالب تابعني ولكن بعد الفاصل أعوذ إليكم مرة أخرى أعزائي طلبة وطالبات الصف 11 وأعرفكم بعنوان حلقة اليوم وهو الهضم في درس اليوم أريد معك عزيز الطالب أن تتعرف على صورة أمامك هي صورة لأكبر الثديات الموجودة على كركب الأرض وهو الحوت الأزرق هذا الحوت يأكل لمدة أربعة أشر فقط في الآم وتستهلك أربعة آلاف كيلوغرام من الهائمات النباتية في اليوم الواحد ولكي تأكل مثل هذه الكمية تأخذ الحيتان 79 جرعة ضخمة من ماء المحيط يوميا سبحان الله ماذا عن الفأر يأكل الفأر من 12 جرام إلى 15 جرام فقط من الطعام في اليوم الواحد حتى نتعرف على الهضم عزيز الطالب دعنا نجيب على هذه الأسئلة متى تبدأ عملية الهضم في جسمك تبدأ عملية الهضم حين تتناور الطعام ويتحرق خلال الجهاز الهضمي ولماذا نهضم الطعام؟ لماذا تتم هذه العملية المعقدة نوعا ما حتى نستطيع استخلاص المواد الغذائية؟ وماذا أعني بالمواد الغذائية؟ المواد الغذائية المقصود بها المواد التي يحتاجها الجسم للنمو وإصلاح أو ترتيق ترميم الأنسجة المتهالكة والحفاظ على الصحة ماذا يحدث للمواد المتوقعة التي لم يتم هضمها؟ المواد التي لم يتم هضمها يقوم الجسم بطردها حيث يتخلص منها على شكل فضلات صلبة الآن هناك ثلاثة أنشطة لاستخلاص المواد الغذائية من الهضم وتتم هذه الأنشطة من خلال أولا الهضم الآلي أو الميكانيكي والذي يعتمد على الحركة ومن خلال هذا الهضم يقوم الجسم بتفتيت الغذاء إلى قطع صغيرة بدون تغيير من تركيبه الكيميائي أما الهضم الذي يليه هو الهضم الكيميائي ويهدف إلى تحويل الطعام إلى جزيئات أصغر وأبسط في التركيب ثالث العمليات هي عملية الامتصاص من خلال الامتصاص يحدث انتقال لهذه المادة المهضومة كيميائيا إلى الدم أبرى توجويف الأمعاء من توجويف الأمعاء إلى الدم ثم يقوم الدم بتوزيعه إلى خلايا الجسم الآن عزيز الطالب الهضم يحدث في الجهاز الهضمي والجهاز الهضمي كما واضح بالصورة أمامك يتكون من عدة أعضاء كل عضو من هذه الأعضاء يقوم بعدة وظائف حتى يتم الأنشطة الثلاثة التي تعرفنا عليها وليقوم ويتمم عملية الهضم حيث أن في الجهاز الهضمي يتم قطع الطعام وطحنه وخلطه وتخزينه هضمه كيميائيا امتصاص المواد الغذائية وتخزين الفضلات في أعضاء مختلفة من الجهاز الهضمي وسنتعرف على كل عضو والآلية التي تحدث داخل هذا العضو أين يبدأ الهضم الميكانيكي؟ في أي جزء من الجهاز الهضمي وبصيغة أخرى متى يبدأ هضم الطعام؟ يبدأ هضم الطعام في البداية في منطقة الفم حيث يبدأ في الفم عند الإنسان والحيوانات الثدية تقطع الأسنان الطعام وتمضغه وهذا عبارة عن هضم ميكانيكي أحسنت ثم يختلط باللعاب وبعدها تبدأ عملية الهضم الكيميائي بعد ذلك يتحرك الطعام من الفم عبر المريء حتى يصل إلى هذا العضو الأضلي والمعروف باسم المعدة ماذا يحدث الطعام في المعدة؟ داخل المعدة بما أنه عضو أضلي يتم تليينه بواسطة أضلات المعدة ليتحول إلى كتلة متجانسة ثم هضمه كيميائيا كيف يتم الهضم الكيميائي داخل المعدة؟ وذلك بوجود العصارات الهاضمة بعد ذلك ماذا يحدث؟ يتحرك هذا الطعام المتجانس من المعدة ليدخل فيه الاثنى عشر داخل الاثنى عشر تبدأ كل من الكبد والبنكرياس بإفراز العصارات الهاضمة ليستكمل عملية الهضم عند تحريكه خلال الأمعاء الدقيقة وما أهمية الأمعاء الدقيقة؟ تقوم الأمعاء الدقيقة في إتمام ثالث الأنشطة وهي عملية الامتصاص امتصاص المواد الغذائية ثم نقلها للدم ومنها لأجزاء الجسم إذن هذا الغذاء الذي تم هضمه ميكانيكيا وكيميائيا تم امتصاصه حتى يذهب إلى الدم ويتحرك ويوزعه الدم إلى جميع خلايا الجسم ويتم الاستفادة منه في جميع خلايا جسم الإنسان هذه صورة الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغريضة تتحرك المواد غير مضهومة إلى الأمعاء الغريضة وتخرج من خلال فتحة الشرج الآن عزيز الطالب أريد منك أن تقرأ هذه المعلومة اقرأ ما يا عزيز الطالب تناول الفاكهة في نهاية الوجبة تدمر أنزيم التيالين وهو أنزيم أساسي لإتمام أملية هضم النشويات بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون صدق الله العظيم بدأت الآية الكريمة بالفاكهة ثم بالطعام وهذا إعجاز قرآني فمن تناول الفاكهة بعد الوجبة كمن تناول السم الآن سنتعرف على كيميائية الأغذية أو ما هي طبيعة الأغذية التي يحتاجها الجسم والتي نتناولها دائما نحن في أوقاتنا أثناء تناولنا الطعام سنتعرف على أنواع الأطعمة تحتوي الأغذية على خمسة أنواع من المواد الغذائية الكيميائية أولا الكربوهايدرات ثانيا الدهون ثالثا البروتينات ثم الفيتامينات ثم الأملاح المعدنية وتحت كل نوع صورة المواد الغذائية تحتوي على الكربوهايدرات والدهون والبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية وهناك أيضا مادة غير غذائية نتناولها باستمرار وهي مهمة جدا وأساس الحياة هذه المادة هي من خلال الصورة ما هي المادة الغير غذائية الموجودة في الصورة؟ هي عبارة عن الماء إذن لا بد لنا من تناول الماء باستمرار لأنه مهم وضروري جدا لجسم الإنسان الصورة أمامك تبين مما يتكون الطبق الغذائي المتوازن يتكون الطبق الغذائي كما هو واضح بالصورة من مجموعة الفواكه، مجموعة الخضروات، مجموعة الحبوب، مجموعة اللحوم والأسماك والبيض وجزء صغير من مجموعة منتجات الألبان حيث يقسم الطبق إلى أربع حصص تشمل الخضار والفاكهة والحبوب والبروتينات وحصة صغيرة من منتجات الحليب هناك نوع من أنواع المواد الغذائية ناقصة لم تظهر بهذه الصورة ما هي هذه المادة الغذائية؟ لم يتم ذكر بعض الأطعمة مثل الحلويات والدهون عل ذلك لماذا لم يتم ذكر الحلويات والدهون؟ لأن تناولها بكثرة ليس صحيا الآن سنقوم بالتحدث عن الكربوهايدرات ما أهمية الكربوهايدرات عزيز الطالب لجسمك؟ تحصل خلايا الجسم منه على الطاقة اللازمة لها مما تتكون الكربوهايدرات؟ تتكون الكربوهايدرات تركيبه الكيميائي من كربون وهيدروجين وأكسوجين بنسبة واحد كربون إلى اثنين هيدروجين إلى واحد أكسوجين وهي ثلاثة أنواع أبسط الأنواع هي السكريات الأحادية منها الجلكوز ثم السكريات الثنائية التي تتكون من جزئان من السكريات الأحادية مثل سكر الطعام أو السكروز وهناك النشويات وهي عبارة عن كربوهايدرات معقدة تتكون من سلاسة طويلة من السكريات الأحادية مواد كربوهايدرية تتكون من سلاسة طويلة من السكريات البسيطة الأحادية ثاني مادة غذائية سنقوم بدراستها هي الدهون تنتمي الدهون والزيوت إلى مجموعة من المركبات تعرف باسم الليبيدات وهي عبارة عن مركبات مهمة للغاية تخزين الطاقة وتكوين أخشية الخلايا والهرمونات والزيوت المهمة للجلد والشعر إذن هذه المادة الغذائية مهمة أيضا في تركيب جسم الإنسان مصادر الليبيدات جسمك من أين تحصل على الليبيدات؟ الدهون التي نتناولها في الطعام ولكن ما إذا كان طعامك يحتوي على مقدار ضئيل من الدهون كيف يكون الليبيدات؟ فكر معي عزيز الطالب سأجيب على هذا السؤال ولكن بعد الشرح الدهون يتكون جزائي الدهن من ثلاثة جزائيات أحماض دهنية مرتبطة بجزائي من الكلوسيرول إذن ثلاثة جزائيات أحماض دهنية مع جزائي من الكلوسيرول والأحماض الدهنية هي عبارة عن سلاسة من ذرات الكربون والهايدروجين مع حمض ضعيف متصل بأحد الطرفين والدهون عزيز الطالب يهضم الجسم الدهون إلى غلوسيرول وأحماض دهنية تستخدمه مرة أخرى لتكوين الليبيدات إذن إذا احتاج جسمي إلى الدهون تقوم باستغلال الغلوسيرول والأحماض الدهنية لصنع الدهون مرة أخرى داخل الجسم تصنف الدهون إلى دهون مشبعة وغير مشبعة الدهون أنواع مثل الزبدة ومثل زيت الزيتون ما هو الفرق ما بين الزبدة وزيت الزيتون إذا أحدهما دهن مشبع والآخر غير مشبع ما الفرق بين الدهون المشبعة وغير مشبعة نسبة احتوائها على جزيات الهايدروجين الدهون المشبعة تحتوي على نسبة أعلى من جزيات الهايدروجين بالنسبة للدهون غير مشبعة الحالة عند جهة حرارة الغرفة تكون في الحالة الصلبة أما الدهون غير مشبعة تكون في الحالة السائلة أمثل على الدهون المشبعة الزبدة والشحم أما الدهون الغير مشبعة الزيوت النباتية وزيت الزيتون إذن يعتبر زيت الزيتون من الدهون غير مشبعة وهو أكثر صحة لجسم الإنسان سنتحدث الآن عن البروتينات والبروتينات مهمة جدا لجسم الإنسان حيث أنها عبارة المواد تستخدم لبناء الجسم مثل الأضلات والجلد والدم مما تتكون؟ يتكون البروتينات من 20 حمض أميني مختلف 12 حمض أميني يصنعها الجسم وثمانية الباقية لا يمكن الجسم صنعه وتعرف بالأحماض الأساسية يحصل عليها من البروتينات الموجودة في الطعام إذن ثمانية من الأحماض الأمينية الأساسية لا بد أن نحصل عليها عزيز الطالب حين نتناور الطعام ما أهمية البروتينات للجسم؟ هذه عبارة عن مواد الغذائية تحتوي على البروتينات أولا النمو إصلاح الإنسجة المتهالكة أو ترميمها أنزيمات في عمليات الأيض الخلوي للحصول على الطاقة في حالة الصوم الطويل أو الامتناع عن تناور الطعام إذن لا نحصل على الطاقة من البروتينات ولكن في حالة الامتناع عن الطعام وفي حالة الصوم الطويل يضطر الجسم إلى استغلال البروتينات الجسم لتكسيره والحصول على الطاقة كيف نكشف عن المواد العضوية الكربوهايدراتية البروتينات والدهون؟ كيف نستطيع الكشف عليها في المختبر؟ من خلال التجارب والاختبارات والمواد الكاشفة على كل نوع ادي اسمعي يا عزيز الطالب الجدول الذي أمامك بالنسبة للكربوهايدرات الكربوهايدرات النشا يتم استخدام اختبار اليود الذي يكون باللون البني أو البرتقالي يجرى الاختبار بدون تسخين تعطي النتيجة إذا كان لشا لون أزرق داكن أما بالنسبة للكربوهايدرات السكريات الأحادية والثنائية مع عادة سكروز فنستخدم اختبار فيهلنج يجرى الاختبار مع تسخين حتى الغليان يكون قبل الاختبار باللون الأزرق بعد تفاعله مع السكريات أحادية ترسب أحمر قرميدي بالنسبة لبروتينات نستخدم اختبار بايوريت أزرق ويجرى الاختبار بدون تسخين ويعطينا اللون البنفسجي في حالة وجود بروتينات في المادة الغذائية أما الليبيدات والدهون فنستخدم اختبارين الأول وصلت صبقة السودان الأحمر أو الأصفر أو فرق الطعام على قطع من الورق صبقة السودان الأحمر تعطينا لون أحمر وعند فرق الطعام الناتج يترك بقعة شفافة على الورقة لاحظ عزيز الطالب أن هذه الاختبارات قد تحتاج إلى تخسين تسخين أو لا تحتاج إلى تسخين على حسب الصبقة المستخدمة الآن سنتحدث عن الفيتامينات عزيز الطالب عبارة عن جزئات عضوية معقدة التركيب يحتاج إليها الجسم بكميات صغيرة للغاية يحتاج الجسم دائما إلى كميات صغيرة من الفيتامينات وهي مركبات معقدة التركيب توجد في الخضروات والفواكه كما هو واضح بصورة لأمامك لا تحتوي على طاقة الفيتامينات لا تمدن بالطاقة الكربوهايدرات تمدن بالطاقة الدهون تمدن بالطاقة البروتينات قد تمدن بالطاقة لكن الفيتامينات عزيز الطالب لا تمدن بالطاقة تؤدي دور مهم في التفاعلات الخلوية عن طريق الاقتران مع الأنزيمات باستثناء فيتاميين دال لا تصنع الفيتامينات في الجسم كيف نحصل عليها؟ نحن نستطيع صنع فيتاميناتنا في الجسم مع دفيتامين دال ونحصل عليها من خلال تناولنا المواد الغذائية كالخضروات والفواكه قارن بينه الفيتامينات هي تذوب في الماء والفيتامينات التي تذوب بالدهون الفيتامينات تذوب بالماء لا تخزن في الجسم نحصل عليها من الغذاء اليومي أما الفيتامينات تذوب بالدهون تخزن في الكبد أو دهون الجسم للاستخدام عند الحاجة الآن عزيز الطالب الجدول الذي أمامك يوضح أنواع البيتامينات لاحظ الجدول باللونين اللون البنفسجي الفاتح واللون البنفسجي الغامج على أساس أن هناك فيتامينات تذوب بالماء وهي لا تخزن في الجسم وبيتامينات تذوب في الدهون وهي تخزن في الجسم البيتامينات التي تذوب في الماء كبيتامينا B1 و B2 و B3 و B6 و B12 و C هذه البيتامينات نوضح أمامك الجدول المصادر الرئيسية التي تحتوي على مثلا فيتامين B6 يوجد في اللحوم والدجاج والأسماك والكمية اللازمة لكل نوع من أنواع البيتامينات يوميا حيث أن البيتامينات نحتاج إليه بكميات بسيطة جدا بالنسبة للبيتامينات تذوب في الدهون هي البيتامين A و D و E و K وتوجد كبيتامين A في الخضروات الصفراء الداكنة مثل الجزر والخضروات الورقية الخضراء والكبد هذا الجدول مهم جدا أن تعرف عليه عزيز الطالب حتى تستطيع أن تقتني المادة الغذائية التي تستطيع أن تتعرف على نوع الفيتامينات التي تحتوي وبالتالي تستمد فيتاميناتك خصوصا التي تذوب في الماء وتمد الجسم بالسمار بهذه الفيتامينات الآن سنتحدث عن العناصر المعدنية عبارة عن جزئات غير عضوية تؤدي وظائف حيوية في الجسم ما أهمية كل من العناصر التالية جسمنا؟ الكارسيوم أنت تعلم عزيز الطالب ما أهمية الكارسيوم داخل الجسم؟ يقوم الكارسيوم هو المكون الرئيسي للعظام والأسنان ماذا عن الحديد؟ ضروري نقل الأكسوجين في الدم البوتاسيوم والصوديوم والكارسيوم والمغنيسيوم كلاهما أملاح معدنية يحتاجها الأعصاب والعضلات داخل الجسم عزيز الطالب لا يمكن للجسم تخزين معظم العناصر المعدنية لذلك يجب أن تكون موجودة في الطعام بشكل منتظم نحصل على بعض العناصر المعدنية من المنتجات الحيوانية النباتات التي تمتص هذه العناصر من التربة وهذه بعض العناصر المعدنية المهمة كل عنصر ومصادر هذه العناصر والكمية اللازمة يوميا فالكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم والحديد هي من العناصر المهمة فمثلا يوجد الكالسيوم في منتجات الألبان أما المغنيسيوم فتوجد أيضا في منتجات الألبان والحبوب الكاملة والفول تعرف عزيز الطالب على هذا الجدول باستمرار وحاول أن تتعرف على كل عنصر ومصادر الرئيسية الآن سنتحدث عن مادة غير غذائية ولكنها مهمة هو أساسي للحياة وهو الماء يشكل في أنسجة الجسم نصف الكتلة الكلية حوالي 90 بالإميام لبلازمة الدم الجزء السائم الدم يتكون من الماء الماء مهم جدا يتم فقدان 3 إلى 5 ترات من الماء يوميا من الجسم على ذلك كيف تفقد الماء من جسمك؟ بسبب العرق والبول وهواء الزفير يتم تعويض هذا الماء المفقود عندما نشرب ونأكل ينتج الماء في الجسم كناتج ثنوي عملية التنفس الخلوي ولكن المصدر الأساسي للماء هي عملية الشرب وتناول الطعام عزيز الطالب ما وظائف الماء؟ ينقل المواد الغذائية والفضلات ضروري التفاعلات الكيميائية يساعد على تبريد الجسم عند إفراز العرق الآن أزيز الطالب سنتعرف على الأمراض الناتجة من سوء التغذية ما هو سوء التغذية؟ تعريف سوء التغذية هو عدم حصول الجسم على القدر الكافي من المواد الغذائية أسبابها عدم توفر الغذاء المتوازن، عسر الهضم، سوء الامتصاص، أي أمراض أخرى إذن الجسم لا يستمت حاجته الكافية مثلا من البيتامينات ومن الأملاح المعدنية على رغم تناوله للأديد أو بكميات كبيرة من الأطعمة هذا يعرف باسم الطعام أو الغذاء غير المتوازن أمراض ناتجة عن نقص في مغذيات عضوية معينة متلازمة تعوز البروتين المعروف باسم كواشي أوركور هذا المرض يصيب عادة الأطفال في الدول الفقيرة محدودة الغذاء كما هو واضح في صورة أمامك عزيز الطالب أسبابها سوء التغذية، النقص الحاد في البروتين الكامل إذن هؤلاء الأطفال لا يستمدون حاجتهم الأساسية من مادة البروتين نتائج هذا المرض وقف نمو الطفل المصاب التعب الشديد ضمور العضلات حدوث تغيرات جلدية تغيير لون الشعر أو تركيبة فقر الدم تلف الكبد والأمعاء الدقيقة نقص مناعة الجسم وعدم مقاومة الأمراض إذن هذه النتائج بسبب نقص كمية البروتين في المادة الغذائية يتناولها هؤلاء الأطفال تتم المعالجة بتعويض النقص من المواد الغذائية خاصة البروتين أبرأ إعطاء المكملات الغذائية من فيتامينات ومعادن مختلفة وحليب من زوع القشطة وأغذية غنية بالبروتين إذن العلاج فقط توفير المادة الغذائية الناقصة هناك أمراض ناتجة عن نقص في المعادن الصورة أمامك توضح غدة هي الغدة الدرقية وهناك أمراض ناتجة من قصور الغدة الدرقية ينشى عندما تكون الغدة الدرقية عاجزة عن إفراز الهرمونات الدرقية أسبابها سوء التغذية خاصة نقص معدن اليود في الماء والغذاء الأكثر عرضة لهذا المرض هم الأطفال والرضة نتيجة غياب عنصر اليود في حليب الرضاء أعراض هذا المرض التعب الشديد تضخم في الغدة الدرقية انخفاض درجة حرارة الجسم القاعدية زيارة الوزن الكآبة فقدان الذاكرة انخفاض في معدل ضربات القلب وغيرها كيف تتم معالجة قصور الغدة الدرقية تعويض النقص في معدن اليود عبر إضافته إلى ملح الطعام كذلك يمكن حصول عليه مصادر طبيعية عبر أكل المأكلات البحرية والنباتات المزروعة في تربة غنية باليود إذن اليود غني جدا في بيعتنا عزيز الطالب لأنه موجود في الأملاح وموجود في الأسماك فتناول أسماك في الوجبات الغذائية يزودنا في عنصر اليود أمراض ناتجة عن وجبات تنقصها البيتامينات مرض البريبري مرض يصيب الجهاز الدوري البريبري الرطب والجهاز العصبي البريبري الجاف أسبابها نقص في فيتامين الثيامين وذلك بسبب سوء التغذية تناول الأغذية لا تحتوي على كمية كافية من فيتامين الثيامين مثل الخبز الأبيض الخاري من النخالة والأرز المنزوع القشرة المخدرات والكحول الآن عزيز الطالبين تعرف على أعراض هذا المرض؟ نقص في الوزن اضطرابات نفسية تلفا في وظائف الأعصاب الحسية ضعفا وألما في الأطراف تورما وانتفاقا في أعضاء الجسم بسيب تجمع السوائل فيها في حالات متقدمة يؤدي إلى فشل القلب والوفاة كيف تتم معالجة هذا المرض؟ تعويض النقص في البيتامينات من خلال تناول أغذية غنية بهذا البيتامين مثل اللحوم والحبوب الكاملة والخضروات والخميرة أو من خلال أقراص أو حق من ثيامين هايدروكلورايت الآن سنتحدث عن أمراض ناتجة عن زيادة في مغذيات عضوية معينة السمنوى التشحيم التشحيم هو تراكم غير متجانس الدهون الزائدة في مناطق مختلفة من الجسم أما السمنة هي تراكم الدهون الزائدة في كافة أنحاء الجسم وبشكل متجانس تختزم بشكل رئيسي في النسيج تحت الجلد أسبابها تناول مفرط للأطعمة قلة الحركة أوامل وراثية ومشاكل صحية عزيز الطالب السمنة تعرض المصاب بها إلى عدة أمراض مثل المصاب بالسمنة قد يصاب بأمراض القلب والمفاصل وتجلط الشرايين والسكري كما يمكن أن تؤدي إلى صعوبات التنفس وبعض الالتهابات الجلدية والفطريات كذلك تدهور الحالة النفسية كيف يمكن الوقاية من السمنة والتخلص منها عزيز الطالب يمكن الوقاية من السمنة من خلال تناول أطعمة باعتدال وتناول أطعمة المفيدة كما يمكن التخلص منها من خلال الحركة الزائدة وعملية ممارسة الرياضة باستمرار الآن عزيز الطالب وصلنا لنهاية الدرس ولكن دعنا نجيب عن بعض الأسئلة منع شطة الثلاثة التي يقوم بها الجهاز الهضمي؟ يقوم الجهاز الهضمي بالهضم الميكانيكي، الهضم الكيميائي والامتصاص السؤال الذي يليه من المجموعات الغذائية المختلفة التي يحتاج إليه الإنسان في وجباته؟ يحتاج إلى المكونات العضوية كالكربوهايدرات والبروتينات والدهون والبيتامينات ومكونات غير عضوية كالأناصر المعدنية والماء السؤال الذي يليه عزيز الطالب أي من المجموعات يحتاج إليها الجسم بكميات كبيرة نسبة إلى غيرها؟ ولماذا؟ مجموعة الحبوب والنشويات، الخبز والمعكرونية، الأرز وغيرها لأنها تزود الجسم بالمواد الأولية لإنتاج الطاقة أي مجموعة تزود الجسم بالبروتينات والدهون؟ وما أهمية هذه المجموعة؟ مجموعة مشتقات الحليب، مجموعة اللحوم، الأسماك، البيض والبقوليات لأنها الأناصر الأولية يتركيب جزيئات البروتين التي يحتاج إليها الجسم لعداء وظائفه، الأنزيم، الهرمون، والبناء تخيل أن لديك صديقا يحاول إنقاص وزنه عبر تناول البيض والليمون في حسب في وجباته فاسل لهذا الصديق ما المواد الغذائية يتتغيب عن غذائه واقترح الأغذية التي قد توازن هذا الغذاء تفتقر هذه الوجبة النشويات وهي من أهم مصادر الطاقة للجسم بعض البيتامينات مثل بيتامين K, B3, B6, E ومعادن مثل الكارسيوم، المغنيسيوم والحديد ولكي يكون غذائه متوازن يجب أن يتناول أغذية من متجات الألبان الحبوب الكاملة، الخضار، السمك، اللحم والدجاج إلى هنا عزيز الطالب وصلنا لنهاية حلقة اليوم وتعرفنا على عمليات الهضم وثلاثة أنشطة ملازمة لهذه العملية كما تعرفنا على المواد الغذائية الأساسية التي يجب أن نتناولها أراكم إن شاء الله في حلقة قادمة أستعدكم الله مع السلامة